سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بك في حلقة جديدة من أهلاً بالسريعة النفسي ألاها بحد التصنيف وأعلى من كده أنا عادة في أن أنا ممكن أختار تقييم على مزاجي لكن حقيقة بنسى يعني أعمل الموضوع ده مشكلة التقييمات الأقل زي الرجل الطيب ده اللي هو جاي أم أفلام آه ده مش لعب رابد ولا بلدز وتسعة وتسعين أنا تعبت يا جدعان جسمي واجعني يا جدعان يا جدعان جسمي واجعني من المباريات العالم الجداد دول والله العظيم تعبت ماكسب ماكسب الخسارة كان أخبارها إيه ثلاث تصفار وبلندر و آه ما تعملوش حاجة ده ما متطمن لك شيء ما متطمن لك شيء أنا أنا ما متطمن لك شيء الله عامل إيه الليه لا شكله شكله بنا آدم عادي شكله بيغلط ماشي هاتش سيكس أوكي هاتش ثري شكله بنا ويعمل الكلام ده شكله إنما جزء من الناس خلاص كده إحنا في الأمان ولا إيه اعقل يا مجنون اه ده مهتمش اتش سيكس انه نقلة حلوة عايز اكسر الاحسنة يلا واحدة كوين سي 2 مش عايز اطلع دي عشان هيرجع ورا خالص بعدين يدرودني بقى انعب كوين اف سيكس ويه مش وجع دماغ دلوقتي عايز اكسر تجنب التكسير حقك لقد تجنب التكسير بيشب اي سيكس دي بلندر في حصن في بيدك لو اكلت يخسر حصاني اخسر رهاني ايوه ايوه كده نايت انت اي 4 طب نخلع الباشا معلش اكل بالفيل هاتو بني وبينك فكرة نايت اي سيكس دي كده تخيبة انا الان اعاني من اه اعاني وخلاص مش شرط من ايه بس اتعلم ما اقولك يمكن يمكن نلاقيلك بيت هنا ولا حاجة الله الله عليك ايه عايز نعمل كده ولا ايه الامور شكلها تلمت بس انا زعلان على الفيل بتاعي اللي انا اسق ايه ده يا عم تعالى يا عم باش وجع دماغك ممكن تيجي تاني وتدي المتياز الفلين لو عايز انا قلقان منك شوية اخلي بالك بس دي شكلها حلوة عارف لو مكالش عايز اعمل كده لو ينفع يعني يا واد يا واد يا واد يا واد يا حبازلم حبازلم دي عيب تنمر ناسف بس حاس ان دي البلندر بتاع المباراة ولا اي حاجة هادو الرخ وهاد دي راجل عمل بلندر بحسب نفسه دالوقتي فاهم قاعد بيقول ايه اللي عملته ده ايه اللي انا شايفه ده يا سلام يا سلام يا سلام انا اكلت هو اكل هنا اولا انا اكلت هو لازم هياكل ويمكن يزرع اه فيل جيد هنا بصراحة بس عادي هناك فكرة اخرى لرزع هذا الفيل ثم لعب اه كوين اف ايت هات البيدق وهات البيدق بس عنده كوين سي وان يحمل بيدق ويحمل بيدق مش شايف ان ده كويس مش عارف اعمل ايه في الوضع ده حاس ان الفيل بتاعه هيبقى جامد شوية ماسك مربع مهم بس كمان كوين بي 3 دي هتبقى سخيفة فمحتاجة امنعها بدقى سجيع عاوز البيدق حقه بس كمان كوين بي 4 دي هتبقى سجيع ارخم على البيدقى سجيع ارخم على نعمة الفيل وانا هعمل كده عايز اكثر كده واخد بدأ زيادة ونشوف الكلام على ايه بعدها انسحب كانت هذه من اغرب مباريات اهلا بالسريع التي لعبتها يعني مش عارف يعني هو انسحب اصلا يعني ممكن متفوق يبقى اتنين طو ماتش كده والله يعني ما كانش ينفع يعود يرخم شوية F4 الانجين بيقول احسن نقلة بيشب E5 روك E6 بيشب باك هو النقلة بتاعتي مش مرشحة اطلاقا بس انا كنت اعمل كده يعني فوق بتهبد كان الاحسن اني ألعب كوين F6 اوكي والان دعونا نرى مثلا روك D8 الان كوين F3 اختراق اذا عاد للدفاع روك تيكس E3 اوه واو الكلام ده جدعان الكلام ده جدعان تبيت واضح ان التبيت هنا بيخسر التبيت هنا تاني احسن نقلة على الانجين لكن اكتر نقلة ملعوبة هي نايت بيدي 7 بس عادي التبيت بيخسر للدرجات دي بيقولك كوين C2 59% ما اكسب ابيض الشكل ده ينهر ابيض ينهر ابيض انا نضع الكلام اتش ماشي الحصان يقفز نايت A6 واو روبرت هس الجراند ماستر لعب الشكل ده زي ما انا لعبتو بالزبط مباراة وكسب بيليسود تبيت بس لعب نايت C7 هنا وبعد نايت E5 لعب نايت E6 وبعد بيشب ها هنا لحب C5 اه اوكي بعد ما اكل اكل فكرة حلوة ان انا الف الحصان لحد الاي سيكس ولعب سي فايف وانا كان ممكن اصلا اعمل كده وابقلعب سي فايف يعني انا مش قدر افهم ليه المشوار 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 وفي الاخر سي فايف ما هي سي فايف نايت بيدي 7 تبييد سي فايف ولا سي فايف هنا فيها مصيبة نايت اي فايف ويعني بصراحة يمكن تفصيله بقى بتاعت حد يقعد يذكرها من كتاب لان انا بصراحة مش اتش سيكس انا لعبت ودي شكلها بلندر فادح لعب روكسي وان فاعلا لعبت الفيل في ويش وقفز بالحصان ولعبت الفيل الاخر ورجعت اكل اكل هات الفيل توقعت بيشيب دي سيكس وامشي والحصان ده مالوش مكان يلعب اساسا كوين بي ثري الان روك بي ايت اه اوكي هنلعب جيم كمان روك بي ايت غريبة والان بيشيب باكتو اف فور اوكي هنا الامور بدأت تزبط شوية وعرف هنا ان هو في خلاص بيشيب جي سيكس بكسب تفوق ستة تيكس 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 ودي مش مرشحة اطلاقا اوكي امشي ورق اف سيكس انسحب اوكي يعني في طي النسيان مبارا جديدة مبارا جديدة يا ابني بو مونع بي بي 35 35 بدأ ملك تغيير تغيير بدأ ملك بدأ ملك هنلعب الايطالي ولا هنقابل حاجة بقى من الحاجات اللي اوه ماشي اوكي دفاع الحصانين سي ثري تبييت هو كمان بيت نايت بي دي تو بيشب ها هنا اها مستعقل اوي هليني هليني ألعب بروك اي وان ده المربع الطبيعي عاوز ياكل ياكل هوا شكله مش عاوز ياكل اصلا الحقيقة انا افكر الان بان اذهب بعيدا بالفيل ومش مهتم هم اهو الا اكل اوكي حق اكل تكل على الله بلاش حد يستخدم المربع ده وانا بصراحة مش متدايق من اللي حصل اللي حصل مش وحش ابدا كمان اعجبني فكرة نايت هنا اذا دوفي على البيدق دي فايف اكل ياكل والبيدق ده يسقط يسقط ولا مش عارف تاني دي فايف جامدة اطنش والعب نايت هنا ياكل اكل بالبيدق دي فايف اكل ياكل اوكي رجل طنش تماما والان انا حابب فكرة ان انا افرد البيدق ويبقى كأن البيدق بتاعي وصل لا اي فور اوهات البيدق دا دلوقتي واحز ان انا بقي تاخد القرارات سريعة شوية هنا انا شايف ان بشيب جي فايف كانت افضل اصلا نعرفش ملعبتهش ليه كانت جامدة قوي بشيب جي فايف ايه التخلف ده بشيب جي فايف بشيب جي فايف واز اميزنج اعرف جاف بالي ايدي الوقتي كمان اكل بالرخ وادفع البيدق دا على حس ان الفيل في مشاكل اوه اوه الناس الفولى في السنة اوه اوه انه تنفى انا منفعش اكل هنا وقل له هات الرخ ايه يست الكلام ده يست اه هقفز هنا وقل له هات الرخ يجي يطلب الحصان الحصان قول مثلا يمشي هنا ياكل ياكل بعدين ياكل بيدق في بيدق علي ان اكل ياكل وزير في وزير اكل بعدين ياكل البيدق بس خلي بلاك لو اكل البيدق اه انا مستفز الان الان انا مستفز مداي انه خد علي النقلة دي خدها مني بطريقة حلوة يو اس اي الف وربعمائة مباراة الان انا مش عارف اعمل ايه دي احد مشاكل اللعبة دي جامدة ولو بيدق في بيدق حكسر اولا فشكله يبقاه وش السلندر ضرب فتحت بقها وشفروليد دبابة عمرها ما تفتح بقها بالك عجل دي مهمة اوي خلي اه لو اكل بيدق في بيدق اكل الحصان لو اكل الحصان بتاعي على الاف ثري هاكل الرخ فبشب جي فايف تبدو وكأنها النقلة السليمة انا كنت متدايق ان بيدق في بيدق عليها بيدق في بيدق فياكل وزير في وزير فياكل وزير في وزير فياكل رخ في رخ فياكل وفي الاخر لكن طبعا لها نطقة اكيد بالالماني فزيع اللي هو النقلة البيانية يعني ان انا لو اكل اكل كده خلت الموضوع مختلف طيب دلوقتي لو اكل كده هل اكل بالرخ ولا بيدق في بيدق خطر لو كلت بالرخ اكل بيدق في بيدق اوكي دي محضر عليها دي خلاص والان الان وليس وليس غادي خد بالك الافكار دي قوية الافكار دي في منتهى القوة لو ما كسرش وزراء وحب يعمل فنان فنان دا اللي هو كده يعني وهات وزيرك وبتاع انا شايف ان فيه قلة ادب فيه كوين سي وان نايت هزا عالو بس الاول لو مشيت اتخلص من الحصن دا لان الحصن دا هو اللي ناوي يجي يدافع اوه معرفش الاغنية بتاعت اه دي بتدايقني شوي اه بدأ يعمل فنان انا قلتلكو هجدعان من حقه طبعا اصل الفن مش عيب اوه 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 ياه 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 لاحظ ان دفعة البيدأ مش شغالة عشان الكش قوية هاكل البيدأ بعد الكش حتى لو غطى باكل البيدأ بعد ان يكسر عادي معي بدأ كامل زيادة وبدأ الضعيف للضغط عليه اوه الامور تبدو جيدة اوه 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 اصلا لو عملت كده وبالفكرة بتاعتي عنده برضو هذه الصورة قمنا به اوه اوه ها لا اعدنا الان حسنا اظهر لي بشب ويدفع بدأ يعرف انه في مصيبة اوكي جود نيوز بيري جود نيوز علي أن أزرع هذا الحصان بس هو عارف انه في مشكلة خلي بالك الفيل ده فتاك يعني الفيل ده من مكانه هنا فتاك جدا هذا الفيل فتاك جدا اوكي على الاقل اقفل السكة ما يبقاش في وزير في بيدك مثلا بتاع الافكار دي ونشوف اخرتها ايه طبعا استخدام نقلة خيبانة زي دي عشان ما يلعبش الحاجات دي بتضعف البيادق وبتخلي الوضع مهبب المفروض ما عملش حاجة من دي في نفس الوقت المفروض انا مش عارف اعمل ايه انا احس ان الفيل ده سفاح قوي من فلد السفاج يعني هو مثلا لو عمل كده وجاوز و انا دفعت البيد عنده نخف بيه دق ااكل عام ااا اا هذا يعطي الوليد ما هذا التهريج اوه اوكي اوكي السؤال هنا انت هنحمل بدأ ده الزاجد عين اوه يا غلبي انا كل ما قاعد لوحدي يماري تبتأ تكلني حتى كده عليها كوين هنا تصر المجنون مرايته لما ملقاش صرته فيها كم خبطها بكعب حظه اللي ضحها سنين طويلة اللي ضحها سنين طويلة اللي ضحها سنين طويلة تصر المجنون مرايته لما ملقاش صرته فيها حتى كم خبطها بكعب حظه اللي صدها سنين طويلة اللي صدها سنين طويلة أصر الدنيا في لقطة لما شاف بيت الأصيدة لتخلص من هذا الفيل السفاح ومحاولة إيجاد أفكار بهذا الحصان القوي الذي يبدو والله أعلم أنه يعني لا يمكن ترضو حتى الآن واضح كوين بي ثري روك بي فور كيش كيش أنا آسف معلش ولا أروح فين أنا خايف موضوع الخوف ده خطر برضو يا عم عادم هو ربنا يسطر بس ويطلع عادي فعلا لأن أنا أصلا خلصان يعني الواحد أصلا تعبان كده وبينام بس يمكن نضغطه في الوقت ونحاول نجيب نقل قوي بسيطة أكوين دي أنا شايفها طبعا عايز الرخ فالرخ هتروح في المربع الطبيعي اللي هي جاية عشانه أصلا وما زالت حمية لبيدأ خلي بالك بسراحة المانوفر دي كانت قوية رجع أوكي هل ممكن حركة زي دي تخطه شوية عايز البيدأ مثلا بسراحة المانوفر دي تخطه شوية كده نقلة غريبة أوي آه دي تضغط على هذا البيدأ أوكي آه أوكي لحظة واحدة لحظة واحدة دي ما بتنفعش دي ولا هاخد مات ولا ايه أنا مش عارف رجع تاني تعا نكسر بقى واضح إنه لازم يكسر مفيش مربع طبيعي يمشي فيه إلا ده ممكن يتجنب التكسير على فكرة كيش باب لازم امشي بشكل كويس أعتقد لازم امشي هنا مش شايف له أي هروبة وما للهروبة دي طلعت ازاي بدأ من انت مش شايف له أي هروبة دي طلعت منين يا الله يا الله يا الله هي دي كانت موجودة طول عمرها كوينسي فايف دي موجودة طول العمر مش شايف هازاي وما أنا مش شايف هازاي آه فتح نفس للملك صيعة نقلة صيعة لا أعلم ماذا يفعل آه 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 أهوة أيوة أوهة أ compliqué استقنوا الوزير بتاعي ويا بيرجعش في حتة عشان يدافع ما بيرجعش يدافع وفي ماد جاية من هنا مش عارف امنعها يد النيلة ما هذا التهريج يا عم تعالى اعمل ايه طيب خليه ياكل اي حاجة انا مش عارف اعمل ايه وبقى استخبى كده بقى دلوقتي صح? طيب ماشي. ارخ هنا وعايز اعمل دي. مش دي مش مات اولا. دي بقى. لا انا شكلي هتديك مات كده ولا ايه? منع المات بالفكرة دي. اوكي. انا اعمل حاجات من دي. انا اعرف. اهرب كده مثلا. وكسبت بالوقت. يلا ايه حاجة بقى. بس انا بصراحة مش عارف انا عملت ايه. او بيديني مات في واحد بكوين تيكس اف ثري اصلا. اوكي. على كل ماشي ماشي اوكي حتنا احلل ري مش من اول. اه حاجة ام. خلالaré. على الانجين بيشيب تيكس اي سيكس ولو انها تلعبت مرة واحدة بس في الداتابيس وتعدلت يعني مش وفي بي فور انه من لعبت روك اي وان دي تلعبت مرة واحدة وتعدلت يعني اوكي كوين دي سيفن ازا نوفلتي اساسا ما تعالى بتشعب كده في الحياة والان علي ان العب بي فور بيشيب باك تيكس تيكس نايت سي فور تيكس هنقول هيكل بالبيدأ مثلا نايت سي فور هاخد الفيل اوكي لك انا سحبت الفيل سيئة اكل اكلت بالبيدأ رجع ماشي نايت سي فور نايت اي فايف من النقلات الجيدة اللي اختفت دلوقتي بقت الخمسة بقت التانية موجودة يعني وهنا انا لعبت بيشيب جي فايف يقولو الانجين بعد كده ومعيه تفوق لو أكل باكل بالرخ وضغط على البيدق والوزير بيشيب جي فايف تاني أحسن نقل على الانجين وبيشيب تيكس بيست موف كان عنده أحسن من بيدق في بيدق مش مشكلة قوي يعني والآن كوين سي وان بيست موف كوين سي وان وبيست موف أكل بالبيدق فعلا دي وحشة تاني أحسن نقل على الانجين نايت اتش فور وحشة ازاي يعني ولا كنت لعبت كده طب ولو لعب دي آكل ياكل وبعدين روك اي تو او كينج اف وان مش عايز اللاين جات كل قرف ايه يا عم ده ايه يا عم السخافة دي لأنا مش بنقدمين أصلا منطقي احطه حسن قوي منطقي انا دختي هنا عشان اجيب نقلة وفي الآخر اديته الفرق مش عارف انا دختي لايه قالك كوين سي تو طب كوين سي تو طب لما نجوز هيعمل ايه جي فور مش جي ثري طب والحاجات دي كينج جي تو كينج جي تو طب بيدق في بيدق طبعا مش بيدق في بيدق لازم تكون شايف من السنة اللي فاتت ان هنا عندك روك جي وان وتسمح بالكيش وتطلع كده ستوك فيش هقولك كلمة هقولك كلمة وحشة عشان فعقولها قدام الناس ايه ادي فعلا انت جايبه ده ايه كوين سي تو يجوز عايز البيدق ممنوع تلعب حاجة زي كده عشان فيه ضرب جامد قوي روك تيكس جامد قوي هتلعب جي فور انا شفت عليها دي مرضتش اخش في اللاين ده عشان دي العب كده ياكل العب كده ياكل امشي هنا مفيش حاجة ده فوق صلع بيد بيشيب تيكس اه يعني اجد عن الكلام ده اجد عن الكلام ده اجد عن والله روك اي فور النقلة الوحيدة اللي انا شايفها منطقية صلعتها بلندر ياابني ما عدتش تحلل معايا ياابني ياابني ما عدت كوين بي ثري اللي انا شفت عليها النقلة الجامدة دي فوق كام ثلتمائة وكام كينج ايتش تو والان روك دي ثري او ماي جود روك دي ثري طبعا يبدو ان انت هتدي متات دلوقتي بس هو اللي بيديك مت الاول كوين اي سيفن اي بيست هذا الشيء انا عارف انها هتعمل اضعافات مهببة والافضل اني كنت انتش هنا وقلت الله لا لا البيضة هيقع في الاخر مش شايف المات في اتنين كده وكده بدان ناوي جاي اخد البيضة يبقى كنت نفوته شوف دي ماذا ايه F3 دي بيخة اوي F3 دي سيئة دخلتني بقى في عذاب بقى او واو او واو انا دخلت هنا ومالقيتش كوين تكس اي سيكس اصلا طب وعلى دي اللي هيديني مات في واحد ايه الحل انا بدي مات في واحد الاول اوخ مش معقول هنا طبعا هنا طبعا هنا طبعا كوميديا يعني اللي حصل ده كان بلعب بلعب على الوقت هنا كان ايه الدنيا روك ايه ايه بيستموف فعلا ويهي بلندر قالك اديله الكيش انا شفت الحد هنا وقلت خلاص انا معدش عندي لعب ده بيقولك كمان يلعب روك تكسي يعني يخليك انسان رويح اعتقد هنا هتعادل قالك كوين دي تو بيستموف وقلت لو ديتو الكيش يطلع لو ديتو الكيش اه يجي هنا وهيهرب معدش فيه تكملة واضحة الا انك تاكل هيفوس في النهاية المفروض يعني اوكي نكتفي بهذا القدر حلقة طويلة شوية بس بس لذيذة اتمنى اكونوا بسطوا واستنتعتوا بيها لو مهتم اشترك عندنا في القناة واعمل لايك لزيذ لهذا الفيديو اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة